الاحتلال اقترف أفعالاً ترقى إلى إبادة جماعية والعالم يقف شاهداً على تهجير 85% من سكان غزة هذا ما أشار إليه الفريق القانوني لجنوب أفريقيا في أولى جلسات قضية الإبادة الجماعية التي بدأتها محكمة العدل الدولي اليوم ولأول مرة تمثل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال أمام المحكمة في لهاي لتطلب جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بهوجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 ومن المتوقع أن يصدر حكم في وقت لاحق من هذا الشهر عفواً بشأن الإجراءات العاجلة هذه الأجرس قرعت هنا في لهاي لتنذر بساعة المحاسبة إنها قضية القرن أمام محكمة العدل الدولية فكل شيء يشي بأن تل أبيبة في مأزق قانوني لا مسبوق عقب انطلاق أولى جلسات المحكمة للنظر في الدعوة التي تتهم فيها جنوب أفريقيا تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة مشفوعة بطلب لوقف الحرب بشكل عاجل وعلى مرأة من العالم يدخل محامون يمثلون جنوب أفريقيا وآخرون يمثلون تل أبيب إلى قاعة المحكمة التي تجسد ثقل القانون فالقرار الذي سيصدر عنها سواء لصالح أو ضد الدعوة سيكون له أثره الكبير ولو بعد حين فرفض تنفيذه أمر خطير جدا وتقدم جنوب أفريقيا مرافعة من 84 صفحة تستند إلى حقيقة استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة وتشريدهم بشكل جماعي وتدمير منازلهم إلى جانب التصريحات التحريضية التي أضلى بها عدد من المسؤولين الإسرائيليين والتي تصور الفلسطينيين على أنهم دون البشر وأنه يتوجب إنزال العقاب الجماعي بهم وهو ما يمثل إبادة جماعية ودليلا على النية بارتكابها لم يكن مستغربا أن تتصدى لرفع الدعوة تلك الدولة التي عانى شعبها من نظام الفصل العنصري عقودا عدة ولأن التاريخ الطويل والإرث النضالي الكبير الذي يميز هذه الدولة وشعبها في مواجهة سياسة الاستعمار الاستيطاني يرفعان مستوى الأحساس بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية لدى الشعب وقادته فكانت أعلى الأصوات المتضامنة منذ الأيام الأولى للحرب على غزة تصدح من هناك مراقبون يرون إيجابية أن تكون جنوب إفريقيا هي التي رفعت الدعوة لكونها دولة غير عربية ما يظهر أن القضية ليست مجرد طرف عربي مقابل طرف إسرائيلي فحسب وكانت تل أبيب وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد ضحظ ما وصفتها بالاتهامات السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني وبذلك تكون قد قبلت أن ترتدي البدلة البيضاء وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب أما خارج جدران هذه المحكمة سجل الآلاف موقف تضامن ومؤازرة معبرين عن شكرهم لجنوب إفريقيا ودعمهم للقضية الفلسطينية وشعبها وكان الأردن أولى تلك الدول التي رفعت صوتها تأييداً ومساندة للدعوة ربما لا يتوقع أن توقف محكمة العدل الدولية تل أبيب عن غيها وحربها العدوانية ضد الفلسطينيين لكنها ستبني أساساً قانونياً وأخلاقياً يدعم الحق الفلسطيني بالوجود ما يعزز السردية الفلسطينية ويعر الاحتلال وحلفاءه أمام البشرية والتاريخ